إن اسمع مصطلح الهيدروجين الأخضر والتقة المتجددة إحنا محتاجين نعرف عرف سيدر مشاهدين إيه هو إحنا عندنا إيه الإمكانيات الموجودة في مصر خصوصا إنه موسية ريس النهار ده إمكانيات مصر تؤهلها للتحول لمركز عالمي الهيدروجين الأخضر خلينا نقول السيدر مشاهدين الأول في البداية إن الهيدروجين الأخضر كهيدروجين أخضر هو حديث العهل كهيدروجين أخضر والعالم كله رいきます بيبدأ العالم كله بيبدأ كله لسه بيبدأ في صناعة الهيدروجين الأخضر عالميا قبل منقول الهيدروجين هو وأنواعه هي الحرب الروسية والأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى فجارة الموضوع كانت بعبارة عن زي لهب النار اللي هو أيقظ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة عامة وصناعة الهيدروجين وهو ده العنوان بتاع المرحارة اللي أحلانه أما مصر من 2015 في قمة باريس 2015 للمناخ سيادة الرئيس كان من إحدى في الكلمة لسيادته أني كان المحور التاني للكلمة كان على الطاقة المتجددة ضروري 12 ثقافة الطاقة المتجددة وفي القرى الأفريقية الهيدروجين بصفة يعني بصفة موسطة هو هل فيه بقى لون أسود وحمر وبيض وأدوان زي ما احنا بنسمع ولا إيه هو الهيدروجين عامة غاز مروش لون يعني هو أصلا مروش لون غاز الهيدروجين مروش لون فيه حوالي ستة الألوان الألوان دي عملوها علشان يفرقوا من المصدر اللي احنا بنستخدمه عشان ننتجه بمعنى تمام ستة ألوان هنلاقي مثلا اللون الأسود والبوني بينتج إيه؟ هو هيدروجين بسي بنستخدم الفحم تمام فيه اللي نحن عشان ننتجه تمام فبيطلع أسود يعني بنسميه اللون الأسود مش هو أسود بيطلع بنسميه اللون الأسود عشان نستخدمه بس ده أكتر تلوث للبيئة نيجي لللون الثاني اللون الرماضي اللون الرماضي احنا من الغاز الطبيعي بينجيب الكربون ده اسمه الرماضي ويبس الكربون اللي طالع بيبقى تسع حوالي تسع أمثال أو تسع أضعاف الهيدروجين وده برضو ملوث للبيئة فيه الأزرق نفس الكلام بس احنا بنحتاجز الكربون فعشان احنا برضو من الوقود الرحفور فيه الأصفر الأصفر اللي احنا بالطبيعة يبقى بنستخدم الطاقة النووي تمام التركواز هو بنستخدم الطاقة الطبيعي برضو بنقصر لكربون صلب وبنطلق الكربون كمادة سنوية نيجي للأخضر بقى الأخضر هو التحليل الكهرائي للماء H2O بس بنستخدم الطاقة المتجددة عشان كده سميناه أخضر الوضع العالمي إيه حضرتك؟ بالنسبة لإنتاج الهيدروجين عماتا بصفة عامة العالم بينتج من 120 ل150 مليون طن سنوي سنوي شكرا للمشاهدة